هل سبق انك عانيت او اشتريت كوابل وخربت معك بعد فترة مش طويلة انحرق الكابل انقطع الكابل انا شخصيا عانيت من هذا الموضوع كثير لحتى ما لقيت كوابل انكر انحلت كل المشاكل السلام عليكم اصدقائي انا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز اهلا وسهلا بالجميع حلقة اليوم حلقة مهمة كل واحد فينا بيستخدم كابل للشحن لنقل البيانات من موبايله الى كمبيوتره او الشحن بشكل عام كل حدا فينا واعتقد كثير مننا مروا بمشاكل انه الكابل انقطع من هون بطل ماشي فيه جواته مشكلة انحرق فلذلك صار لازم نستثمر شوية مصار مش مبلغ كبير ابدل مش مبلغ ضخم عشان نشتري كابل يكون صح انا شخصيا استثمرت بكوابل انكر وصلي باستخدمهم بطريقة يعني مجنونة ثمن اشهر بدل كل الكوابل اللي عندي كل تليفون بيجيني كل جهاز بيجيني بده شحن باستخدم نفس الكوابل انكر ولليوم ثمن اشهر زي كنو بجداد فخلينا نشوف هدول الكوابل وابدائيا هاي الحلقة برعاية شركة جولدين كونكتر الوكيل الرسمي لانكر في الاردن قلنا نبلش الكوابل الى انواع اللايتنينج اليو اس بي تايب سي المايكو يو اس بي انا بدي ابلش بموضوع كابل اللايتنينج كثير ناس عندهم ايفون بيشتروا كوابل وبيعانوا من هذا الموضوع يعني اكثر ناس بيعانوا هم اصحاب الايفون في سبب طبعا ليش شركة قبل عملة اختراع اختراع تشيب سموها اللايتنينج هاي الاختراع صار مسجل باسمه وصار عنده براءة اختراع لذلك اي كابل ما بيكون متوافق مع هاي تشيب ما رح يشتغل ممكن يشتغلي شوي بعد فترة بيجي تحديث اوبديت على الايفون الكابل يبطل يشتغل لذلك انكر شو عملت عشان تحل هاي المشكلة راحت على ابل اشترت تشيب نفسها اللايتنينج تشيب اشترتها من عند ابل واخذتها زي ما هي حطتها وبنت عليها كابل بكل مواصفات انكر المتاني القوة العمر الطويل والضمان حطتوا بهذا الكابل وحطت عليه تشيب تبعت الايفون بهيك اخذت براءة وشهادة من ابل انه هذول الكابل سيشتغلوا بكل سلاسة مع الايفون لذلك بتلاقي من اكثر الكابل اللاستخدمها اللا معاهم ايفون كوابل انكر بتدوم وتدوم وتدوم الشغل الثاني لما بتشتري كابل من انكر ويكون هو اللايتنينج يعني بدعم الايفون حتلاقي على العلب انه ام اف اي او مصنوع مخصص للايفون هاي الشهادة الحالة بتعني الجودة العالية فعشان هيك عشان ما تغلب حالك خلص بدك كابل وبدك كابل يستمر تشتري كابل من انكر بيكون يدعم اللايتنينج وهذا الكابل اكيد رح يدعم هتلاقي موجود على الكابل انه هون يدعم الايباد الايفون ام اف اي هلا خلونا نحكي عن الانواع اللي عند انكر وكيف تتميز انواع الكوابل قسموا انواعهم الى ثلاثة انواع او اربعة الباور لاين الباور لاين تو الباور لاين البلاس الباور لاين البلاس تو هاي انواعهم طبعا بندرج تحتيهم اما ممكن يكون هذا الباور لاين يكون يو اس بي تايب سي او مايكرو يو اس بي او حتى يكون لايتنينج بس بدا احاول اعطيكم معلومات ايش المميزات بين هذول الانواع لحتى ما بتيجي تشتر انت وتدفع الفلوس تعرف ليش تدفع حالي الفلوس بنبلش بالباور لاين الباور لاين ميزتها ممكن تعيش ست اضعاف ان حياتها تكون ست اضعاف اي كابل عادي ثاني هاي نقطة الاولى نقطة الثانية ستاخد كفاءة لثمنتاشر شهر النقطة الثالثة سرعة الشحن وسرعة نقل البيانات ممتازة في هاي الفئة الباور لاين البلاس النوع الثاني هي نفس الفئة الاولانية ولكن اعلى شوي يعني هي اقوى واكثر مقاومة للثني او الطعج وبتكون عندها سرعة الشحن عندها نقل البيانات وسرعة الشحن هتكون ايضا افضل اما افضل نوع هيكون هو الباور لاين بلاس تو هذا افضل نوع اذا لقيت كابل انكر بيدعم الباور لاين بلاس 2 معناته رح يدعم حتى 30 ألف ثانية 30 ألف مرة يطع تضعج هذا الكابل وما رح يخرب تخيل قديش ممكن يستمر معك هيكون عنده أسرع نوع شحن هيكون عنده أسرع نوع نقل بيانات وفي نوع كمان ما ذكرته هو الباور لاين 2 رح يدعم حتى 12 ألف ثانية هذا الأرقام هاي تعني شغلي واحدة فقط اللي هي الاستمرارية قديش السليك هاد رح يتحمل معك وحنا بتعارفين في العادة انت باليوم ممكن تستخدم الكابل تبعك مرتين إلى خمس مرات ففعليا بنت عجل الكابل إذا الكابل ما كان يتحمل بعد فترة زمنية معينة من جوه ممكن يخرب بكل بساطة هاي الكابل تبعت أنكر تعطيك فرصة أنه يعيشوا معك الكابل على الأقل سنتين بدون أي مشاكل لأنه الكفايلة 18 شهر فأنت ما عندك أي مشاكل بالنسبة لأطوال الكابلز بيبلش طول الأولاني اللي عندهم من واحد فيت يعني من قدم واحدة القدم هي 30 سنتيمتر هذا ممكن تستخدمه مع الباور بانك تبعك عشان يكون جنب الموبايل بعدين في عندك ثلاثة فيت ثلاثة أقدام أو ستة فيت أو عشرة فيت هاي الأطوال الموجودة كل ما زاد الطول واختلف في النوع السعر هيختلف والأسعار في الأردن عن طريق الجولدن كونكتر ممكن يبلش بعشر دنينير 15 دينار 18 دينار حسب النوع اللي انت بتختار أما على أمازون ممكن تلاقي الكوابل هاي بتبلش بعشر دولار 15 دولار 20 دولار إن شاء الله راح أحط روابط في صندوق الوصف للمهتمين أنا بصراحة عشان موضوع الشحن والكوابل بتمنى أن كنت أخذوا هذا الموضوع في الحسبان لأنه أنا بعرف كثير ناس أنا عندي أهلي مثلا في البيت عندهم عشرات الشواحن اللي مكبوبة خلاص غير مستخدنا أنا اشتروها بخمس دنينير وخلاص خربت طب ليش أنا أشتري يعني كابل بخمس دنينير وبعد ثلاث أشهر كمان كابل خمس دنينير باشتري اليوم كابل خليه كلفني 15 دينار بيعيش عندي سنتين ثلاث إذا مش أكثر أعتقد أنه حيعيش أكثر هذا رأيي وأتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة وشكرا جزيلا لشهدت جولدين كونكتر على هذه الرعاية يعطيكم ألف عافية بشوفكم في الفيديو القادم إلى اللقاء